توجه وزير الخارجية سامح شكري من دبي حيث يشارك في القمة العالمية للحكومات إلى العاصمة الإثوبية أدس أبابا لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمنعقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من فبراير الجاري على مستوى وزراء الخارجية والذي تسبق أعماله إنعقاد قمة الاتحاد الأفريقي سوف يناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة عددا من الموضوعات والقضايا والتي تمثل أولوية على الساحة الأفريقية ومن أهمها تقرير الأنشطة الصنوية للاتحاد الأفريقي وأجهزته وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة والحرة القرية الأفريقية بالإضافة إلى الوضع الإنساني والاقتماعي بالقارة هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من وزراء الخارجية الأفريقى لتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية كما سيلتقي عددا من المسؤولين من خارج القارة والذين يحرصون على التواجد على هامش أعمال القمة الأفريقية